لا بد للتقلبات والتوترات الأقليمية والدولية أن تلعب دوراً كبيراً في التأثير على المشهد السياحي للبلدان المتاخمة للنزاعات والاضطرابات السياحة في المغرب تكون قد تأثرت بدورها بما يجري على الساحة الدولية من توترات أمنية ونزاعات أقليمية وللتعمق أكثر في تفاصيل هذا الموضوع ومعرفة مدى تأثر السياحة المغربية بالأحداث الأقليمية والدولية يسعدني أن أصدف مباشرة في الأستوديو الأستاذ محمد الشرقي الخبير في شؤون الاقتصادية أستاذ محمد مرحباً بك مرحباً بك أستاذ حسام تراجعت حركة السياحة الدولية المواجهة نحو المغرب خاصة الفرنسية منها خلال الأشهر الأخيرة ارتباطاً بأحداث إقليمية ودولية ما حجم تأثير تلك الأحداث على النشاط السياحي في المغرب أستاذ محمد؟ أولاً أقول أن القطاع السياحي بشكل عام أو ما يسمى الصناعة الفندوقية في العالم هي تكون في نفس الوقت قطيرة للاقتصاد وبرومات لقياس مدى تطور الاقتصاد وفي نفس الوقت هو المجال والقطال أكثر ضعفاً لأنه يتأثر بتحولات الدولية والإقليمية بشكل عام المغرب كان يتوقع أن يحصل على 10.7 مليون سائح وكان يتوقع أن يحصل على 61 مليار درهم لكن وقع في النصف الثاني أو نقول في الربع الأخير من العام أحداث أغلبها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعضها في أوروبا ما وقع في فرنسا ما خرج عن الخارجية الفرنسية من بلاغ ما دخلته كخط بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمحصلة أن المغرب خسر بضعة ألف نقول أنه حوال 250 ألف سائح أغلبهم فرنسي لكن في المقابل المغرب زاد فيه عدد سياح الألمان والبريطانيين والأوروبيين الآخرين مثل الإيطاليين وأساسا الأمريكان والعرب وبالتالي المغرب ب10.3 مليون سائح صار هو أول بلد عربي وإفريقي في المجال السياحي وهو ضمن العشرين دولة التي يحبب أن يزورها قبل ساعتين من الآن أو ثلاث ساعات بالتحديد قدمت سينين شركة القناة الأمريكية الكبيرة تقريرا أو روبرتاج جميلة عن المغرب وتحدث عن جبال الأطلس وعن الطقس وعن التلج وكيف الأطفال ينعمون بالطقس وهذه الطبيعة الجميلة فإذا اليوم علينا في نفس الوقت بقدر ما قد نفقد بعض الألاف من السياح فنفكر أيضا في جلب سياح من بلدان أخرى وبالتالي فعنمالية التعويض ممكنة في هذه الحالة طيب يعني أستاذ محمد في ظلم ما يحدث دوليا وإقليميا يعني كيف يمكن التغلب على التحديات الخارجية وعلى تأثيراتها وتدعيتها للحفاظ على وطيرة وحجم تطور السياحة المغربية أولا الجغرافية لا ترحم هذه بالأول نحن محسوبين على منطقة شمال الأفريقية والشرق الأوسط وأنت تعلم أن هذه المنطقة للاسف فيها عنف وفيها تشتت وفيها تفتت لدول وكيانات بالتالي هذه الصورة النمطية عن شمال الأفريقية والشرق الأوسط هي صورة غير جاذبة وبالتالي فنسبة السياحة في هذه المنطقة لم تتطور إلا بنسبة 1% بينما تطورت على المستوى العالمي بحوالي 4.7% وتطورت في أوروبا في شمال أوروبا بـ 7% وكذلك في أمريكا بـ 7% بالتالي فنحن في منطقة وضعنا رغم أننا الحمد لله بلد نحضى بالاستقرار ونحضى بالاستثماء ونحضى بالطمأنينة والأمن أدامه الله علينا ولكن مع ذلك هناك حرائق في الجيران تؤثر علينا ما هو مطلوب؟ الحكومة عدت مشروع بحوالي 100 مليون درهم لترويج لمجموعة من الدول والأسواق خاصة في السوق البريطانية والسوق الألمانية والسوق الإيطالية والسوق العربية والسوق أمريكا اللاتينية والسوق أمريكا الشمالية أو أيضا في روسيا وفي الصين وفي اليابان عبر العالم عبر العالم نعم ثم الشيء الذي يجب أيضا العمل عليه هو أن تكون هناك المغرب ربما لا يقوم بالدعاية الكافية في رأيه ربما كان تاريخيا يركز على فرنسا حال الوقت أن يوسع مجال الترويج رقعة الترويج رقعة الترويج لأن المغرب له أشياء جميلة جدا أن يقدمها للعالم وبالتالي الترويج لنفسه المغرب سيجلب مزيد من الاستمارات في السياحة أو سيجلب أيضا مزيد من السياحة طيب يعني أستاذ محمد رغم توفر المغرب على سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط فإن تبقى السياحة الشاطئية لا تزال ضعيفة عندما نقارنها بمنافسين آخرين ما رأيك السياحة الشاطئية طبعا تاريخيا أن المغرب كان يراهن أو كانت سياحة في أربعة مناطق تقريبا يعني نقول مراكش أقادير فاس تانجا للأسف أيضا أن الشواطئ أقيمت حولها مدن والأقرب إلى الشاطئ لم تكن هناك السياحة بل كانت هناك تجمعات سكنية فعلا كان هناك مشروع ولا زال هناك مشروع ما يسمى المخطط الأزرق لإعادة تأهيل المغرب أن يكون أيضا سياحة شاطئية وهذا الآن كان هناك مشاريع في سعيدية شفتها أيضا في أقادير هناك في السويرة أيضا في الضار البيضاء في قنيترا كان مشاريع في المناطق المتاخمة كلها نعم في البحر المتوسط فإذا هناك مشاريع ولكن تعرف أن القطاع السياحي ليس بنا السهل أن تنقله من منطقة إلى أخرى ولكن أنا ما اتفق معك لو كان عندنا شواطئ أكثر لكن عندنا السياحة طيب سؤال أخير وباختصار إلى أي حد يمكن للصناعة السياحية أن تساهم في توفير يد العاملة؟ السياحة تساهم باختصار تساهم لأن أنا في رأيي ممكن السياحة أن تساهم بحوالي 30 إلى 40 ألف منصب عامل سنوية لأن السياحة تعني سياحة الفندقية وتعني النقل وتعني التدبير وتعني صناعة تقليدية وتعني طائرات وتعني خدمات مختلفة لأن السياحة اليوم كما قلت هي قاطرة قد تجر والحمد لله المغاربة بطبيعتهم شعب يرحب بالناس وبالتالي السياحة في ذاتهم وفي نفسهم وبلدهم بلد سياحي فبالتالي أنا متفائل إذا نجح إن شاء الله وستنجح الخطة المغرب رؤية 2020 فهي بإمكاني أن توفر ما لا يقل على 400 إلى 500 ألف منصب إن شاء الله ونأمل ذلك الأستاذ محمد الشرقي الخبير في أشؤون الاقتصادية شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات القيمة ولحضورك معنا اليوم شكرا سيد حسن